موسيقى كوني تيوا منا كيفكم من شاهد كنت تم الصحة ولا عافية في هذا الفيديو سنتحدث عن أفخم الشخصيات التي جلست على العرش و أمهرتنا بالكاريزمة و قوتها فقبل ما نبدأ أتمنى من الجميع أن يضع لايك و يسترك و تمنى توصلوا للمقطع إلى 4000 لايك فنعم قبل ما نبدأ ضع لايك و يلا خلونا نبتدي بالفيديو اشتركوا في القناة نبدأ بأول شخصية معانا و عندنا لولوش لامبيروج من أنمي كودي جياس لولوش لامبيروج هو الشخصية الرئيسية من أنمي كودي جياس الشاب العبقري الذي يمتلك قدرة الجياس التي تسمح لها بالتحكم في إرادة الآخرين وبعد نفيه من بريطانيا يعود لنا لولوش ليقود تورة ضد الإبراطورية و يخطط بذكة كل خطوة لتحكيك هدفه يجلس لولوش على عرش بريطانيا بعد سلسلة من المعاركة النفسية والعسكرية حيث يستخدم ذكها الاستراتيجي لتحكيك العدالة كما يراها وإن كان ذلك يتطلب تضحية كبيرة شخصية لولوش ستميز بالتعكيد الأخلاقي حيث يجمع بين الرحمة والقصوة في سعي لتحكيك عالمين أفضل وما يجعله واحد من أفضل الشخصية في عالم الأنمي وأفضل شخصية بالنسبة لي أنا طب الشخصية المفضلة عندنا لولوش سلامبيروج أو لولوش فيا بريطانيا أو زيرو أو سموه كما تشاءون عرش إيمو ساما من أنمي وانبيس إيمو ساما هي أحد أكثر الشخصيات غموضا في عالم الأنمي تجلس في قمة السلطة الحاكمة وتتحكم في العالم من خلف الكواليس وعبر الحكومة العالمية عبر القروسي إيمو ساما تمثل القوى الخفية والهيمنة المطلقة حيث لا يعرف أحد تقريبا عنها شيء عرشه يعود من أرواع أسرار وانبيس فهو رمز للسلطة التي لا يمكن التحديها بسهولة وهذه الشخصية تتير الكثير من التساؤلات بين فانز وانبيس فما هدفها الحقيقي ومدى قوتها القوى عند هذه الشخصية حرفيا أسطورية حدفت جزيرة بكاملها في رمشة عين عرش يوهبخ من أنبي بليتي يوهبخ هو ملك الكوينتي والشخصية الرئيسية في آرك حرب الألف سنة الدموية بفضل قدرة على منح واستعادة القوى يتمتع يوهبخ بالسيطرة الهائلة على الأرواح ويجلس على عرش المملكة الظلام حيث يقود جيشا من الكوينتي في حربه ضد الشينيغامي يوهبخ يمتلك رؤية لتوحيد العوالم الثلاثة تحت سيطرته مستخدما قوته الجبار لتحقيق هذا الهدف شخصية يوهبخ تتميز بالكارزما القوية وهو مستعد للتضحية بكل شيء في سبيل تحقيق رؤيته ويعتبر عرشه رمزا للقوى والهيمنة المطلق عرش سوكونا من أنمي جوجدسو كايزن سوكونا المعروف بملك اللعانات وهو واحد من أقوى الشخصيات في أنمي جوجدسو كايزن بوجوده داخل جسد إتادوري يوجي يمتلك سوكونا قدرات رهيبة تجعله من أكثر الشخصيات رعبا وجاذبية ويجلس سوكونا في عرش الظلام في عالم اللعانات حيث ينشر الفساد ويثير الرعب في قلوب الجميع شخصية سوكونا تجمع بين الشر المطلق والكارزما مما يجعله ملكا مرعبا يطمح للجميع لتجنبه والشخصية الثانية معنا عندنا عرش قيل جامش من سلسلة فيت قيل جامش هو الملك الأسطوري من سلسلة فيت وهو تجسيد للغرور والفخام الملكية بصفته ملك أوروك يرى نفسه فوق الجميع ويعامل آخرين بازدلاعه يمتلك قيل جامش بوابة بابل التي تسمح له بالوصول إلى كل الأسلحة الأسطورية في التاريخ مما يجعله مقاتلا لا يقهر يجسد على عرشه بكل تقة معتقد أن قوته تجعله لا يهزم وشخصية قيل جامش تتميز بالكارزما ولا تضاها حيث يظهر دوما بمظهر الملك الذي لا يمكن أن يمكن أحد عظامته يجسد قيل جامش الروعة الملكية والقوة المطلقة مما يجعله واحد من أبرج الشخصيات في أليمي فيت والشخصية التالية معنا عندنا عرش آيزن من أنمي بليج آيزن صوثكي العقل المدبر والمخاذة من أنمي بليج هو من الشخصيات التي تركت بصمته الكبيرة في عالم الأنمي بفضل ذكائه الفائق وقدرته على التحكم بالهوكي يوكو يسع آيزن للسيطرة على العالم الأرواح والشينيغامي ويجلس على عرش الهيمن الكاملة مخططا بدكة لكل خطوة لتحقيق أهدافه الشريرة تتميز شخصية آيزن بالكارزما والقوة الشخصية حيث يفتطيع جذب الأتباع والسيطرة عليهم بسهولة يتبر عرشه رمزا للقوة المطلقة والخداع حيث يستخدم ذكاءه ومكره لتحقيق الهيمن على العالم شخصية آيزن تجمع بين العبقارية والشر مما يجعلها من الأشرار الأكثر شهرة في عالم الأنمي عرش ديو من المغامرات جوجو العجيبة ديو براندو الشخصية الشريرة من المغامرات جوجو هو تجسير للرعب والقوة المطلقة بعد تحوله إلى مصص دماء يمتلك ديو قدرات خارقة تجعله لا يقهر تقريبا ويجلس على عرش الظلام مستخدما قوته في التحكم بالوقت والهيمن على الآخرين ديو هو الشخصية الكارزمية التي تتير الرعب في قلوب الأعداء حيث يسعى لتحقيق أهدافه الشريرة بدون رحمة عرشه يمثل القوة المطلقة والتحكم الكامل حيث يفرض إرادته على الجميع بفضل قدراته الرهيبة وشخصيته المرونة عرش ألو كارد من أنمي هيلسينغ ألتيمت ألو كارد هو الشخصية الأسطورية من هيلسينغ وهو مصص دماء أبدي يقاتل لأجل البشرية يتبع ألو كارد القوة المطلقة في وجه الأعداء ويجلس على عرش الظلام هو أيضا حيث يستخدم قوته الهائلة وأسلحته المرعبة لحماية بريطانيا من التهديدات الخارقة للطبيعة يتمتع ألو كارد بالشخصية الكاريزماتيكية وقوته التي لا تضاهر مما يجعله من الشخصية التي لا تنسى فعلا من أنمي وعرشه يمثل السيطرة والقوة الغامضة حيث يجسد لنا الرهب والفخامة في آن واحد وبفضل مهارته وقدرته الفريدة يظل ألو كارد من أبرز الشخصيات وأكثرهم رعبا فعلا من أنمي عرش موزان من أنمي قاتل الشياطين كيبوتسوجي موزان هو الملك المتربع على عرش الشياطين من أنمي كيميتسو وديمون سلايرا وقاتل الشياطين بقدرة على خلقه وتحويل البشر إلى الشياطين يتمتع موزان بقوته الهائلة وسيطرته المطلقة على تابعه يجلس على عرش الرعب حيث يستعلي القضاء على عائلة كامالو ومقاتلة الشياطين الذين يهددون هيمنته موزان يمتاز بالدكاء والمكر وقادر على التكييف مع أي موقف بفضل قدراته المتعددة وهو تجسيد للشر المطلق حيث يستعلي الهيمنة دون أدنى رحمة أو تردد عرشه يمثل الخوف والقوة مما يجعله واحد من أكثر الشخصيات شرا في عالم الأنمي عرش ميريوم الأنمي هانتر هانتر هو تجسيد للقوة الفطرية والتطور السريح بفضل قوته البدنية والعقلية الهائلة يجلس ميريوم على عرش الكيميرا مسيطرا على جيشه بيذ من حديد رغم بدايته ككائن متعطش للسيطرة يمر ميريوم بتطور عميق في شخصيته بعد لقائه مع كوموغي مما يجعله أكثر تعقيدا وإنسانية حيث يسعى لتحقيق مملكة متارية بقوة مطلقة تطوره الفكر العاطفي يجعله من الشخصيات الأكثر تعقيدا في عالم هانتر ميريوم هو كملك حكيم يسعى لفهم الإنسانية عرشه يمثل القوة والتحول في آن واحد حيث ينتقل من الطغيان إلى الحكمة وهذا ما يجعله واحد من أكثر الشخصيات عمقا في عالم هانتر وفي عالم الأنمي أزمة يعني هذه الشخصية عميقة فلسفية بالشكل الكبير والذي تابع هانتر رح يفهم قصدي اشتركوا في القناة